اشتركوا في القناة اشخاص محظوظين في العالم ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا باعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات اولا المرحاض الهاتف الجوال اصبح جزءا مهما في حياتنا اليومية تركه من ايدينا ليس سهلا حتى ان كثيرا من الناس يستخدمونه في المراحيض وقد يسقط من ايدينا في اي لحظة وتعتبر هذه من المواقف المرعبة فصاحب هذا الايفون كان محظوظ للغاية فعندما سقط منه اتزن في المرحاض ولم يسقط في الماء ولابد انه كان سعيد للغاية ثانيا اخدش واربح في عام 1999 في استوراليا فاز سائق شاحنة في مصابقة اخدش واربح بسيارة احدث موديل تلقى الخبر وهو في المشفى واعطى مكافأة للرجل الذي اشترى منه البطاقة ثالثا شيتوس هو نوع من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكثيرون ويفضلون تناولها واعتدنا في الاغلب ان نجد مفاجآة داخل الاكياس واحيانا كثيرة لم نكن محظوظون بالقدر الكافي ولكن هذا الرجل كان محظوظ حيث وجد قطعة طويلة جدا من الشيتوس وهذا امر غير معتاب رابعا الخاتم فقدت هذه السيدة خاتم زواجها منذ 16 عام اثناء اعتنائها بحديقتها بحثت عنه كثيرا ولكنها لم تجدها ولكن بعد 16 عام بينما كانت تجني الثمار وجدت الخاتم في احدى حبات الجزر فمن كان ليصدق انها ستجد الخاتم بعد كل هذه السنوات وبهذه الطريقة الغريبة هذه السيدة من ولاية فرجينيا في امريكا وهي المحظوظة بلا منازع اشترت هذه السيدة ورقتين يا نصيب وكان القدر ان تفوز الورقتين في نفس اليوم كل ورقة بمليون دولار لم تتوقع السيدة هذا الحظ وتفاجأت كثيرا بما حدث نحن نعتبر من يفوز مرة واحدة هو محظوظ جدا فماذا نسمي هذه الحالة كثيرا ما ترى الفتيات في لعب كرة القدم وعارض الازياء فات الأحلام ولكن اليوم الموضوع مختلف في هذه الصورة التي انتشرت باتساعا على الانترنت وهي لشاب يجلس في مسبح مع مجموعة من الجميلات ويبدو عليهن السعادة لا شك انه شاب محظوظ ولكن ملفت الانتباه ان الشاب يبدو عادي للغاية فترى ما السبب وراء التفات الفتيات حوله سابعا قنبلة النووية يعتبر هذا الرجل ياما جوتي هو الناج الوحيد من هذا الانفجار في اسوأ اسبوع مر على اليابان حيث حضر كل من الانفجارين واذبت انه كان موجود في المدينتين اثناء الانفجار وروى الناج الوحيد انه كان يسير في الشارع حين سمع هذيرا لطائرة تعبر الاجواء كانت تسقط مظلتين وقائلا نظرت اليهم تهويا وبعد ثواني شع في عيني وميضا غطى المشهد كله امامي ثم شعرت بحرارة نارية في جسدي وشعرت كأن طبلتي اذني تتمزقان كان ذلك وفق تعبيره عن قنبلة انفجرت بقوة 15 الف طن من مادة تي ان تي وكانت على ارتفاع 600 متر وقريبة منه ب3 كيلو مترات ثامنا الطفل المحظوظ هذا الطفل استخدمته احد مصانع لعب الاطفال لتجريب الالعاب واعطاء رأيه فيها فمن ضمن كل الاطفال في العالم كان هذا هو المحظوظ الذي استطاع الحصول على الالعاب وتجربتها وعبر الصغير عن سعادته بهذا الشيء وصلنا لنهاية الفيديو وبرأيكم من هو الاكثر حظا شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة